السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونية على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج عليه الأول مرة ما ينساش اللايك والشريف في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له بإذن الله لا يتبعنا ما يستفيد من الحلقة اللي نبقى قدمه لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه تردد جدود وحصر ظاهرة على الناس لقناة اللي بدا تيفي إضافة جميلة ومميزة جدا في علام الفن والدراما وقناها متميزة وروعة جدا لو الخامة اللي عندها خلاف اللي أنا بشرح حلقة بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وبإذن الله من خلال الشرحات الموجودة هتقدر تضيف أي خناة أو أي تردد على جهازك أي نكون نوع الجهاز اللي عندها حضرتك أما بالنسبة لوقيمة الأجهزة البلاس وأكتر من سنف المئة من الأجهزة الموجودة في السوق هنضعط من رموت على زرار المينيو وبعدين نقف على قيمة وفيها كلمة تركيب بضغط على integrating هايزور معها قيمة تانية وفيها قيمة ترددات بانزل عليها وغط اوكي وبالنسبة لقيمة الانجليش هضعط من رموت على زرار المينيو واقف على كلمة The installation بعد كده بضغط علىấp زرار الوكي وبعدين انزل بعد كده على قايمة وفاة كلمة الترنزص بادغت على ترنزص بادغت على زرار اوكي ومجرد ما بادخل لقايمة التردود اضغت من روضةها الزرار الاهامر وكتب التردد بتاعب وبعدين اضغط اوكي وبعد كده انا وقف على التردد الممكن ان اضغط على زرار похож وبالتالي الجهاز هيبحث التردد وهازعله خاناة روع جدا في خايمة البحث مكتوبة عليها ده احدث تردد للخناة بتراشر واحد لعملها 22 موجودة على تردد حداشر ثلاثة ثلاثة اربعة معدل ترمي سبعة عشرين قمسمائة والخطبية او هرزين تلاقفقي. التردد ده شرط عالية وباستقبل بطباق تبدأ من ستين او سبعين سنتي. لكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسوفر بتعامل بنظام او شاشة عرض بتاعتها رسوفر داخلي بتعامل بنظام عشان تقدر تستقبل قناة على جهازك. بكده حلقة النهاردة خلصت والسنان في كل الترددات الجديدة والحصرية واللي بتفرج على القناة الاول مرة ما ينساش اللايك واشترك في القناة واهم هي فعل الجرس عشان اوصل لكم انه كل جديد. اشوفكم على خير فعلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.